السلام عليكم يعطيكم الحافية شباب وصبايا سادس اليوم ان شاء الله درسنا جديد ووحدة جديد ان شاء الله له الاحصاء وتسمى اول درس بتمثيل البيانات تمثيل البيانات درسنا حلو كتير وانتو بكتير بتحبوه لانه يعني اغلبه هيكا بيجي على طريق اللعب تعالوا نشوف ونبلش مباشرة ونتذكر شو اهم الاشياء بتمثيل البيانات شباب بدك تعرف اول شغلة ان تمثيل البيانات هو فقط عشان بس يسهل علي المعلومات لما استخرجها لو بلشنا بالمسألة في بداية الدرس بيحكينا اذا كان اوزان عشرين طالبا في احدى المدارس على النحو الاتي خمسة وعشرون تلاتة وعشرون اربع عشرون اثنان وعشرون وهكذا هلأ شو احكينا هو اذا كان اوزان عشرين طالبا شو طلب منا في هاي الاوزان بيحكينا مثل هذه البيانات في الجدول التكراري كلنا تذكرنا جدول التكراري اول شغلة بحدد انا البيانات الماعي اللي انا بدي اعمالها بالجدول اللي هي ايش عن ايش وعن بيسألني عن الوزن تمام اذا بعمل جدول التكراري اللي كلكم تلعبوا فيه وتحبوا كتير باجي بحط عندي الوزن وبحط ايش التكرار الوزن التكرار تمام هلا هون انا ممتاز باجي بدي احدد الاوزان اللي معي تمام بدي ااجي احدد الاوزان اللي معي شباب لو سألتكم هون ايش اكبر وزن حصل او من هدول الطلاب ايش اكبر وزن اكبر وزن راح يكون اللي هو ستة وعشرون ستة وعشرون تمام واقل وزن حصل عليه الطلاب من خلال تسجيل هاي البيانات اقل وزن طالب كان من بين هدول العشرين طالب اللي هو الواحد وعشرون الواحد وعشرون طيب لو طرحنا شباب الستة وعشرين من الواحد وعشرين كم بيعطينا خمسة خمسة الفرق بناتهم اش ماله معقول تمام عشان هيك انا بقدر احط جميع الاوزان اللي مرأت معي مرأ معي الواحد وعشرون ومرأ معي اثنان وعشرون والمرأ معي تلاثة وعشرون اربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون في غيرهم مرأ معي لا فقط هاي الاوزان اللي مرأت معي هلا شو يعني التكرار يعني عدد المرات اللي تكرر فيها هاي او اجل يعني مثلا يعني الواحد وعشرين كم طالب كان وزنه واحد وعشرين من هدول العشرين طالب عشان ادوينهم شو بعمل ذكرتوا احنا كنا نضيف الاشارات كمان تمام هلا ما عمدون اشارات عطول مباشرة تكرارنا الريحة يا تعاني شو الواحد وعشرين باجي على هاي البيانات اللي انا معي وبشوف كم مرات تكررت معي الواحد وعشرون واحد وعشرون هاي مرأة فقط كم مرأة واحدة اذا بحط عند الواحد وعشرين مرأة واحدة كانت تكررت تمام طيب الاتنين وعشرين كم مرأة تعال عد اتنين وعشرين هاي واحد اثنان تمام اذا كم مرأة مرأتين مرأتين بينما الثلاث وعشرين كم مرأة تكررت تعال نشوف واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة اذا الثلاث وعشرون سبع مرات كانت تكررت ساعد لأربعة وعشرين مرأة مرتين ثلاث ثلاثة أربعة خمسة اذا خمسة والستة وعشرين مرأة واحدة فقط اذا الواحد وعشرين تلع معنا مرأة الواحد وعشرين مرة والاثنين وعشرين مرتين والثلاثة وعشرين سبع مرات والاربع وعشرين اربع مرات والخمس وعشرين خمس مرات والست وعشرين مرة واحدة كما شاهدتم تمام شباب هلا هون انا طلعت عدد التكرار لكل وزن من الاوزان اللي بلشوا معي عشان احاول اتأكد انه ممكن اجابة تكون صحيحة او خطأ شباب هل بجمع التكرار اذا كانوا اعطوني عشرين معناته هم فعليا انا هون احصيت عشرين طالب واحد واثنين تلات تلات وسبعة عشرة اربع وخمس تسعة تسعة عشر وواحد عشرون برافو اذا هون طلعوا معي مجموع التكرارات عشرون طالب فهيك انا اتأكدت انه ايش حلي صحيح 100% طيب شباب هلا هذا الحكي معقول انه انا اكمل درسي كله هيك لا ليه لانه احنا ما اخدينه هذا كله بخامس ما في داعي ارجع انا اكد لنفس المعلومات وين بسادس نتعلم شي جديد شباب انه لو اعطانا الفرقية كتير كبيرة بين البيانات تمام اذا اعطانا الفرقية كتير كبيرة بين البيانات يعني انا بدي احط تقريبا 60 ايش 60 رقم او 60 اه 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 60 وزن فرضا انا اعطيتك 60 وزن هل يعقل اني انا احط في الجدول 60 وزن من اول واحد لاخر واحد واحد عد وكذا لا ليه يحل لهذا الموضوع كيف مثل مثال واحد صفحة 89 مثال واحد شباب بحكي لك صنف صنف معلم الصف السادس علامات طلاب صفه في امتحان علامته العظمى 40 في ثلاثة مستويات كما يأتي عمل هذا الجدول ماشي شباب وشو حط حط علامات هو اعلى علامة الامتحان يعني اعلى علامة بتجيبها لهو 40 لان علامته من 40 بحكي لك صنفهم ثلاث مستويات مستوى ممتاز ومستوى جيد ومستوى ضعيف حكي اللي بيجيب من 31 لأربعين تمام الطالب اللي بيحصل على العلامة من 31 لأربعين هذا رح يكون ممتاز واللي رح يحصل على العلامة من 21 إلى 30 رح يكون مستوى جيد واللي رح يحصل على العلامة من 11 إلى 20 رح يكون ضعيف رح يكون ضعيف تمام؟ هلا شو حكالنا هو صنف رح صنف هاي العلامات في جدول حكي اللي بيجيب حكينا من 11 لأ20 رح يكون ضعيف واللي بيجيب من 21 إلى 30 جيد ومن 31 إلى 40 رح يكون هذا شماله ممتاز لو لاحظتوا شباب هاي مش معلومة جديدة علينا هاي شو إحنا بنسميها شباب؟ هاي شو بنسميها؟ بنسمي كل واحدة منهم فئة فئة شو يعني فئة؟ اللي هي أنا بتحدد مصدر الطالب إيش اللي رح يكون مستوى حسب الفئة التالية كل واحدة منهم هدول بتسمى إيش؟ فئة يعني من 11 إلى 20 هاي فئة الأولى فئة ثانية فئة ثالثة تمام؟ كليات هاي شو بنسميها بنقدر نسميها بكلمة إيش؟ فئات إذن ما بدي أنسى كلمة إيش؟ كل واحدة منهم الكلمة فئة أما كلياتهم فئات تمام؟ ده عدد الطلبة لهو عدد التكرار تمام؟ عدد الطلبة لهو عدد التكرار شباب بهذا الصف السادس اللي حصلوا من 11 إلى 20 كانوا خمس طلاب ومن 21 إلى 30 كانوا خمسة عشر طالب واللي حصلوا من 31 إلى 40 كانوا ثمن طلاب هلا لو أنا سألتك شباب هاي الأسئلة من خلال هذا الجدول بحكي لك أين تقع العلامة؟ سبعة عشر أين تقع العلامة؟ سبعة عشر مباشرة إيش أنت حكيت لي؟ تقع بين الـ 11 إلى عشري برافو من 11 إلى عشري أين تقع العلامة؟ 28 حكيته تقع برافو من 21 إلى 30 تقع أين تقع العلامة 35؟ كانت تقع بين 31 إلى 4 شباب علامة 17 هاي اللي حصل عليها الطالب هلا هو شو رح يكون مستوى بالنسبة للصف؟ ضعيف تمام تقع اللي حصل على علامة 28 رح يكون جيد اللي حصل على العلامة 35 رح يكون من فئة إيش الممتاز برافو عليكم هذا الجدول لما إحنا عشان استخدمنا كلمة فئة رح نسمي بالجدول التكراري ذو أو ذا الفئات دا الفئات دا الفئات دا الفئات تمام شباب؟ ممتاز مثال 2 صفحة 89 كانت علامات 40 طالباً في امتحان مادة رياضيات علامة العضل مع 20 على النحو التالي شباب هنا عندنا علامات علامات لأربعين طالب أربعين طالب بالصف حصلوا على علامات برياضيات العلامة العظمى كانت 20 مثل امتحاناتكم تمام؟ من 20 اللي جاب 7 11 12 19 كل طالب منهم جاب علامة شكل تمام؟ شو المطلوب مني أنا بهذا السؤال؟ بحكيلي مثل هذه العلامات في جدول تكراري ذي فئات لو لاحظنا بالمثال السابق إنه هو أعطاني الفئات جاهزة وأعطاني الجدول جاهز بس أنا كنت أطلع منه معلومات هذا المثال أقوى شو عم بيقول لك؟ بيقول لك إن تجهز إن تجهز هذا الجدول إيش؟ دو فئات كيف أنا بدي أعمل؟ شباب الموضوع كتير سهل وبسيط وحل انتبه علي كيف تك تعمل عشان توجد وتعمل جدول تكراري ذي فئات أول شغلة بدك تحددها اللي هي أدنى علامة حصل عليها الطالب أدنى علامة حصل عليها طالب أدنى علامة عندي واضحة إش هي الثلاث؟ في أقل منها؟ لا وأعلى علامة إش كانت حصل عليها من هدول الطلاب؟ التسعة عشر برافو طيب هلأ أسأل حالي سؤال عشان يكونوا هدول ضمن كل الفئات لازم أول فئة الضم أقل علامة حصل عليها الطلاب وأكبر فئة لازم تكون لازم تكون فيها أعلى علامة من الطلاب تمام؟ فأنا كيب أجب أكون هذا الجدول شباب؟ بفرض عندي أول فئة تحصل على أقل علامة للطلاب واللي هي الثلاث لو أخدت أنا مبدأي كونهم شباب لاحظوا عندي كونهم عندي أقل علامة ثلاث وأكبر علامة تسعتاش لو طرحت التسعتاش من الثلاث رح يعطيني ستة عشر الستة عشر هاي شباب ما بقدر أجي والله أكون جدول طويل عريض بستة عشر علامة وأعد أعد كل واحد دجاب رح يصير الموضوع كثير فوضى وهو أصلا طلب مني دي فئات عشان هيك رح أقدر أستخدم فئة هلأ كونهم ستة عشر علامة رح أشكل عندي يعني كل ما أقللت الفئات أكتر كل ما أنا إيش حصلت على أنه جدول أبسط وأسهل لكن كونهم ستة عشر معناته رح أعمل رح أعمل وأحصر كل هاي العلامات من خلال أربع فئات من خلال أربع فئات تمام أول شغلة بدي أعملها شباب لازم أحدد الفئة الأولى إذا حددت الفئة الأولى كل حل بيطلع صحي أنت بتختارها عشوائي لكن أنا بنصحك دايما زي هون مع منا تسعة عشر ننقص ثلاث أعطتني ستاش بحاول أحشرهم بأربع فئات ممتاز بيكون هيك الوضع تم هلا أول شغلة رح نحطها اللي هي كلمة الفئات في الجدول الفئات وهون شو رح أحط كلمة إيش أتيك رأي تمام أول فئة عشان تضم الثلاث رح أختار الفئة الأولى تكون من واحد إلى خمس شباب أنا هيك اخترت أنت كما يعني أنت بتقدر أنك أنت ما تعمل مثلي تقدر تعمل أنت فئات تانية أنت حر بس هلا بنحكي ضمن شرط معين تمام أنا رح أختار طور الفئة من واحد إلى خمس تمام إحنا هيك حددنا إيش الفئة الأولى اللي أنا بدي أبلش فيها اللي هي حكيت من واحد إلى خمس هلا شباب بهاي الفئة بتتكون من حدين لاحظتوا من حدين حد أعلى وحد أدنى أدنى يعني الأصغر لو حكيت لك إيش الحد الأدنى لهاي الفئة رح تحكي للواحد وإيش الحد الأعلى لهاي الفئة اللي هي خمسة لما أنا بدي أشكل باقي الفئات رح أطر أستخدم إنهم يكونوا كلياتهم بنفس طول هاي الفئة نفس طول هاي الفئة لأنها هاي الفئة بتحتوي على الواحد والاثنين والثلاث والأربعة والخمسة معناته هي فيها خمس أرقام لازم كلهم يكونوا فيهم خمس أرقام عشان هيك بحتاجة شباب لقانون اسمه طول الفئة اسمه طول الفئة طول الفئة يساوي الحد الأعلى للفئة ناقص الحد الأدنى للفئة زائد واحد الحد الأعلى للفئة ناقص الحد الأدنى للفئة زائد واحد الحد الأعلى للفئة اللي أنا اخترتها إيش هي خمسة ناقص الحد الأدنى كان كم؟ واحد زائد واحد تطبيق على القانون مكان الحد العليا حطيت خمسة ناقص الحد الأدنى للفئة واحد زائد واحد وتساوي خمسة ناقص واحد أربعة زائد واحد خمسة اه منتظ صح اذا خمسة ناقص واحد أربعة زائد واحد خمسة انا طول الفئة كم بتكون من خمسة فلازم اجي هون اكمل باقي الفئات نفس الشي يكون طولهم خمسة شو يعني تكون طولها خمسة يعني تحتوي على خمس أرقام فقط شباب بلشت هون من واحد إلى خمسة الفئة الثانية بتبلش بأعلى من هذا الحد انتبه يعني الخمسة شو تتصير هون ستة إلى شباب انتبهوا إلى لازم تحتوي على خمس أرقام يعني رح تكون فيها ستة والسبعة والتمانية والتسعة والعشرة إذن وين بتنتهي عند العشرة تعال نشوف فعليا طولها خمسة لازم يكون طولها يساوي خمسة زي طول اللي قبلها هاي الحد الأعلى كم عشرة والحد الأدنى ست عشرة ناقص ستة كم أربعة زائد واحد خمسة برافو إذن أنا حصلت على الفئة اللي أنا بديها الفئة اللي بعدها رح تكون من إحداش إلى إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر تمام تعالي تأكد من خمسة عشر ناقص إحداش رح تكون أربعة زائد واحد رح تكون خمسة اللي بعدها كلكم عرفتوها له من ستة عشر إلى عشرون ليش توقفت أنا لهون شباب لأنه لازم لازم أقل فئة تكون تحتوي على أدنى علامة وأكبر فئة تكون حاصلة يعني محصورة فيها أعلى علامة فعليا الثلاث كانت أقل علامة محصورة بين الفئة من واحد إلى خمسة برافو والتسعة عشر كانت أعلى علامة وكانت محصورة بين من ستة عشر إلى العشرين برافو عليكم هلأ ببلش أدون زي أنتو هاللعبة اللي أنتو بتحبوها بتكيفوا عليها اللي هي إني أحصل العلامات كل العلامات اللي حصلوا عليها من واحد اللي بتقع من واحد إلى خمسة يلا نشوف من واحد إلى خمسة السبعة لا تقع 11 لا تقع وبكمل يلا تعال نشوف كم من واحدة واحد برافو اثنين الأربعة واقعة والخمسة كمان واقعة وهون عندي كمان أربعة وهون ثلاث منتز إذن كم واحدة واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة إذن الفئة الأولى بتحصل على خمس تكرارات يأ الفئة الثانية من ستة إلى عشرة ليه السبعة واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداش 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 اتناش تلاتاش أربعة إذن كم واحدة راح تكون أربعة عشر برافو وهكذا تمام شباب راح تكون اللي بعدها تحصلوا على لما تعدوها راح يكونوا اثنى عشر واللي بعدها راح تكون تسعة تمام عشان أتكد هل لي صح ولا غلط حكينا منجمع التكريرات لازم يكونوا أدى عدد الطلاب خمسة واربعة تسعة عشر تسعة عشر و واثنى عشر كم راح يكون واحد وثلاثون وتسعة راح يكون اربعون إذن هيك حصلت أنا مية بالمية على عدد الطلاب تمام شباب هلأ انت جهزت هذا الجدول هلأ بدي يسألك بعد هاي الأسئلة تمام من خلال جدولك وانت بدك تجيب عليها لاحظوا البيانات يعني احنا كل اللي بنستفيده من الجدول التكراري يا شباب اللي هو تنظيم البيانات صراحة تنظيم البيانات انت لما أنا هلأ أسألك أي سؤال عن أي علامة راح تجاوبني من خلال الجدول أسهل بكتير من خلال هاي البيانات المباثرة تمام يأ تعالي نشوف هاي الأسئلة وبننجاوبها من خلال إيش الجدول السؤال الأول عم بيحكي لنا ما عدد الطلب الذين حصلوا على العلامة أقل من الإحدى عشر لاحظوا أقل من الإحدى عشر يعني من العشرة للواحد هدول كل الطلاب اللي حصلوا على إيش أقل من العلامة الإحدى عشر تعالي نشوف الجدول كم طالب حصل على علامات أقل من الإحدى عشر اللي هم أربعتاش والخمسة كم بيكونوا تسعة عشر إذن رح أجي أجاوب خمسة زاد أربعتاش وتساوي تسعة عشرة طالب حصلوا على علامة أقل من الإحدى عشر تم لو حكيت لك ما عدد الطلبة الذين حصلوا على علامة أكثر من خمسة عشر أكثر من خمسة عشر كم طالب حصل على علامة أكثر من الخمسة عشر كم طالب ممتاز اللي هم أكثر من الخمسة عشر معناته هاي الفئة لا تحسب من الـ 11 لـ 15 لا تحسب لأنه حكالي أكثر أكثر من الخمسة عشر مش خمسة عجل معناته مش داخلة إذن كم اللي هم من فئة 16 إلى 20 كم طالب كان 9 9 طل إذن رح يكونوا 9 طل تم تعال نشوف الفرع جيم الفرع جيم بيحكي لنا ما عدد الطلبة الذين علاماتهم لا تزيد على الخمسة شو يعني كلمة لا تزيد لا تزيد يعني رح يكون إنه أكتر إشي رح تكون العلامة خمسة يعني كل العلامات اللي أقل من خمسة زي كنه بيحكي لأقل من خمسة إذن كلمة لا تزيد على خمسة زي كنه بيحكي لأقل من الخمسة معنات يعني خمسة وأقل تمام إذن أنا فيها رح تكون اللي هي من 1 إلى 5 وهي 5 طل 5 طل تم بيحكي لنا هون أي الفئات لأكثر تكرارا أكثر إشي أي فئات طلع انتبه للسؤال أي الفئات أكثر تكرارا ما سألك عن التكرار هو سألك عن الفئة اللي أكثر تكرارا من أكثر إشي أكثر فئة كرارات أكثر تكرارا كان له 14 لأي فئة من 6 إلى 10 إذن لما أنا جي أحط هنا وأدون رح أدون بالفئات إذن هون من 6 إلى 10 تمام آخر فرح بيحكي لنا علامة وليد تقع في الفئة من 11 إلى 15 لكن علامة بشار تقع في الفئة من 16 إلى 20 من الذي علامته هي الأكبر وليد أم بشار مباشرة إنتوا حكيتوا بشار برافو لأنها هي وقعت بالفئة الأعلى إذن بشار هو اللي حصل على العلامة الأكبر تمام شباب هذا إذا سمحتوا تدوينه على الكتاب هو حال لكم الجدول ماشي لإنه مثال بس سألكم هاي الأسئلة وترك لكم يا فراغ أنه أنتوا تعبوها من الجدول أجبناها مع بعض بس عليكم تدوينها في الكتاب ننقل المثال 3 صفحة 91 يمثل الجدول الآتي أعمار المراجعين لأحد المراكز الصحية خلال أحد الأشهر والتي تتراوح أعمارهم من 1 إلى 30 عاما عنا الجدول هون في هذا السؤال الشباب الجدول جاهز الجدول التكراري تدو فئات جاهز معطيني فئات الأعمار اللي راجعوا المركز الصحي اللي كان عمرهم من 1 إلى 5 سنوات من سنة أسرحي من سنة إلى 5 سنوات من 6 إلى 10 سنوات من 11 إلى 15 سنوات وهكذا كما شفتوا ماشي عدد المراجعين لإلعهم من 1 إلى 5 كانوا 11 مراجع من 6 إلى 10 كانوا 15 مراجع وهكذا أجب عن الأسئلة التالية من أسهل الأسئلة الممكن تجيك شباب في هذا الدرس إنه يعطيني جدول جاهز وأنا بس استخرج منه معلومة من أسهل الأسئلة يعني هو أعطاك الجدول جاهز ما بده أنت تجاهزه لا أعطاك لو سألكم يا شباب شو طول الفئة هون ممتاز رح تحكولي أو بأخذ أنا أي فئة منهم لأنه كل الفئات لازم تكون بالجدول نفس الطول إذا أخذت أي واحد منهم هون رح أطلع طول الفئة تمام خلينا نأخذ الأولى هنا أسهل وحدة من 1 إلى 5 بحكي طول الفئة هو الحد الأعلى ناقص الحد الأدنى صح زائد إيش واحد الحد الأعلى خمسة ناقص 1 أربع زائد 1 خمس يعني هاي طول الفئة إيش زي ما طلع معنا المرة الماضية في المثال الأبله هلأ شباب كلهم طول الفئة نفسهم؟ لا مو شرط هلأ بالصدفة أجل مثالين لهم نفس طول الفئة هاي سؤال خارجي مني هلأ إن نرجع لصلب الموضوع بحكينا أجب عن الأسئلة التالية واحد ما الفئة العمرية الأقل مراجعة للمركز؟ لاحظوا شباب سألني عن مين؟ عن الفئة ما سألني عن التكرار؟ سألني عن الفئة اللي أقل مراجعة للمركز مين أقل إيش يتكرر معنا؟ برافو الهي لتنين لكن أي لأي فئة من 21 إلى 25؟ إذن رح نجاوب من 21 إلى 25 تمام ما الفئة العمرية الأكثر مراجعة للمركز؟ مين أكثر واحدة تكرارات؟ برافو اللي هي من 6 إلى 10 لأنه سألني عن فئة إذا جوابت هون 15 حلق غلط لأنه هون بيسألك عن فئة وليس تكرار طلع هون ما عدد المراجعين؟ معناته بيسألني عن الأعمار؟ ولا عن عدد المراجعين؟ عن عدد المراجعين؟ عدد المراجعين من هو التكرار؟ لما بدي أوجد الناتج هون رح أوجده من خلال إيش؟ التكرار ما عدد المراجعين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما؟ ممتاز رح أجي هون على الفئات اللي أقل من 16 اللي هي فئة من 11 إلى 15 ومن 6 إلى 10 ومن 1 إلى 5 لكن هو سألني عن مين؟ عن عدد المراجعين رح أخذ أول 3 تكرارات اللي هم 11 زاد 15 زاد 13 وتساوي اجمعهم اجمع 11 وال15 رح يعطيك 26 زاد 13 ليه 39 و3 تمام ما عدد المراجعين للمركز الصحي خلال هذا الشهر؟ يعني كل المراجعين اللي في الجدول مين هم المراجعين؟ 11 15 13 8 2 و3 تجمعهم إذن 11 زاد 15 زاد 13 زاد 8 زاد 2 زاد 3 ولم تجمعهم رح يطلعوا معك 52 مراجعة تمام؟ طيب شباب رح ننتقل للسؤال 3 اللي هو صفحة 92 بيحكي لك إذا كان أطوال إذا كان أطوال مجموعة من الطلبة الصف العاشر على النحو لأتي معطيني أطوال لطلبة من الصف العاشر 154 152 57 وهكذا اللي أنتم شايفينهم هلأ شو مطلوب مني؟ بيحكي لي مثل هذه الأطوال في جدول تكراري ذي فئات يعني إذا أنت روح تحطيته بس بجدول تكراري اللي هو مثلا حطيت أقل واحدة لآخر واحدة بدون فئة حلق غلط هو شو حكينا؟ مثل جدول التكراري ذي فئات ذي فئات يعني بتشتغل على الفئات وما أبدو جميلتك شو عمل؟ حدد لك الفئة الأولى الفئة الأولى بيحكي لك من 143 لـ 148 ممتاز أول شغلة بقدر أنا أعملها إني أرسم إيش يا شباب الجدول ماشي؟ طيب لما بدي أرسم الجدول لزمني أول شغلة اللي هو طول إيش الفئة تعالوا خلينا شوي نشوف إحنا كم طول الفئة للفئة الأولى عشان أقدر أشكل إيش الجدول أول الفئة معطينية هالهي من 143 أنا خاوة بدي أبلش فيها لـ 148 تمام راح كيف أنا بدي أوجد طول الفئة؟ حكينا الحد الأعلى ناقص الحد الأدنى زائد 1 إذن الحد الأعلى للفئة ناقص الحد الأدنى للفئة زائد 1 الحد الأعلى 148 ناقص 143 لحد الأدنى زائد 1 ويساوي 6 إذن كم طول الفئة راح يكون؟ 6 هلأ بروح بشكل أنا جدول شباب تمام؟ وبكتب فيه بهذا الجدول أول شغلة راح أكتبها لهو إيش عندي أنا؟ ليه فئات؟ وهون شو بكتب؟ التكرار أول فئة من الطلاب اللي هي بتمثل الطول الفئات بتمثل الطول صح؟ والتكرار شو بتمثل؟ بتمثل؟ بتمثل عدد الطلبة تمام؟ هلأ الفئات أول وحدة بدي أبلش فيها أنا غصب عني لهيه من 143 إلى المائة وثمانية وأربعة طيب شباب هلأ أنا بعرف إنه كل الفئات بعد هيك بدي أنا أمشي على إنه يكون طول الفئة ستة طيب تمام؟ ممتاز؟ لكن ما تبدي أوقف؟ يعني أظل أخذ للصبح فئات؟ لا طلعوا شو بدي أعمل؟ بروح بشوف مين أكتر طول حصل عليه من الطلبة الصف العاشر أعلى طول عندي أنا هون أكتر طول أكتر طول وسلوله أنا هين زيكم بدي أطلعه من اللي هي لقينا اللي هو مية وثلاثة وستين في أكبر منه لحد الآن شايفي مية وثلاثة وستين فعليا هو أكبر إشي أو أكتر طول حصلوا عليه اللي هو مية وثلاثة وستين لح أنا أحاول إن الفئة الأخيرة تحتوي عندي على المية وثلاثة وستين عندها بواقف تمام؟ يلا نبلش إذن الفترة الثانية رح تكون حكت لمسغدير أنا ببلش من مية وثمانية واربعين أنهيت هون ببلش ع طول بالمية وثمعة واربعين لكن طولها لازم يكون ستة تمام شباب لاحظوا إنه هون من مية وثمانية واربعين لمية وثلاثة واربعين هون الفرق بناتهم خمسة صح؟ لكن الطول بناتهم كام ستة على القانون هلأ الفرق أنا بدي الفرق بناتهم كام خمسة معناته هون لو زدت أنا خمسة رح تكون عندي هون أربع وخمسون مية واربع وخمسون رح أبلش بالتاني مية وخمسة وخمسون إلى... رح أزد لها خمسة رح تكون المية وستة وستين هلأ رح أبلش بالمية وواحد وستون رح أزد لها خمسة رح تكون للمية وستة وستين كيف يا مس انتي عم بتزيدي خمسة وإحنا طول عنا ستة لا لو تراح تروح حلع القانون لطول الفئة من 166 ل 161 اطرح 166 نقص 161 كم خمسة زايد واحد ستة هاي الطول أنا حافظت عليه لكن أنا شباب الواحد اللي هو المجموع مش أنا بزيد له واحد فأنا هون شو عملت زيت تبس على هاي حشان أثبتها يعني ما أطرح وأزيد عرفتوا كيف؟ تم لكن حافظت أنه كل ياتهم طولهم كام ست يلا هلا بنا نرجع عدد الطلبة أو عدد التكرار من خلال هاي الفئة أنا والله شباب لا جهاز طول إيش بدي أشتغلوا معكم ونجهزوا مع بعض بهذا الفيديو تيبوا عليه يلا أول واحدة راح تكون من 143 إلى 148 عشان هيك شو بنا نروح؟ بنا نحصيهم تعالنا ندور من 143 المحصورين من 143 إلى 148 يعني الأسئلة لنا شوية عشان مش 144 إلى 144 هون في اشي ما فيه؟ 148 يعني 144 45 46 47 48 لاحظوا أنه راح أدور على اللي فيهم أربعات هاي 49 صعب مش موجودة هاي 140 هاي واحدة تنتين تلات تلات أربعة خمسة ستة فقط كم؟ إذن راح أعجي أحط عندي تكررت الفئة من 143 إلى 148 ست مرات ست مرات تمام هلا بنا ندور من 149 للمية واربعة وخمسة يا هاي واحد يعني يعني راح نأخذ اللي هي خمسين 51 52 53 54 ممتاز إذن هاي واحد اتنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة عشرة إذن كم أنا حصلت على عشرة حصلت على عشرة هلا من مية وخمسة وخمسين للمية وستين من مية وخمسة وخمسين للمية وستين يلا نعيد يعني بيجي معنا خمسة وخمسين ستة وخمسين ممتاز لاحظوا شباب أنا غيرت الشكل عشان إذا رجعت أتأكد إنه لاقي إنه أسهلي تمام يا هدول راح نحطهم تمام اللي هي من مية وخمسة وخمسين لمية وستين هاي واحد اثنين اثنين وستين غلط ما بتزبط ومن هون مية وستة وخمسين ممتاز بتزبط هاي ثلاث أربعة خمسة لا ستة لا ستة هاي سبعة تمانية تسعة عشرة داش ناش تلاتاش تلاتاش أربعة عشرة ومستاش إذن راح يكون خمسة عشرة تم حلا من مية وواحد وستين للمية وستة وستين من مية وواحد وستين للمية وستة ستين كونها آخر فيها معناته اللي يضلوا الأرقام أكيد راح يكونوا محصورين فيها يلا نعدهم واحد اثنان ثلاثة ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمان ثمانية اذا راح نكون ثمانية شبع هلا لازم اعد هدولا الارقام ماشي واجمع التكرار يطلع معي صح هون لو لاحظنا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمانية في اربعة تمانية في اربعة اثنين وتلاتين اثنين وتلاتين وسبعة اثنين وتلاتين وسبعة تسعة وتلاتين لازم هون يكون المجموع تسعة وتلاتين ولا يكون نحل كله ايش؟ ما له غلط لاحظوا ستة وتمانية اربعتاش وخمستاش تسعة وعشرين وعنشرة تسعة وتلاتين إذا نحلي صحيح مية بالمية هيك بكون أنا شكلت الجدول في سؤال ثلاث صفحة تنين وتسعين وبتمنى الشباب أنجوا حرين يا بتكتبوه على الكتاب أو بتدونوه على الدفتر براحتكم أنا بفضل أنه يكون على الكتاب لأنه في معكم مجال ووسع تمام سؤال الرابع عامل الطالبان أنس وخالد مسحا لأعداد ذوي الاحتياجات الخاصة في الأردن وذلك بزيارة موقع الموقع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على شبكة الانترنت فحصلها على الجدول الآتي شباب عامل الطالبان أنس وخالد مسحا لأعداد يعني إنه إحصائية لأعداد ذوي الاحتياجات الخاصة الله يشفيهم جميعا يا رب تمام في الأردن لما حكوا إنه ديش في عنا إحنا حالات خاصة بس فقط في الأردن من خلال الجنسين يعني الذكر ش يعني جنسين لهم الذكر والأنتة لأنه أشخاص الذكر وأنتة تمام حسب أعمارهم تمام حسب أعمارهم الدج بتراوح الذكور والإناط الإيو من خلال مواقع الإنترنت من عمره 10 إلى 14 سنة تمام من الذكر بساوي 4105 ومن الإناط 2937 وهكذا ليوا الفئات العمري اللي عملوا عليه الدراسة من عشر للأربعطاش 15 ل19 20 ل 24 25 ل 29 30 ل 34 35 ل 39 بهاي الحالة انا بادا لو بدي اطول طول الفئة بحكي اربعة ناقص عشرة اللي هي كم شباب? اربعة عشر ناقص عشرة اللي هي اربعة زائد واحد اللي هي خمسة. اذا طول كل الفئة منهم خمسة. ليش انا بحب اظل اسألك عن طول الفئة مع انه الجدول جاهز ما بهمني انا هنا طول الفئة. بحب اسألك عنا عشان دايما تحطها بالك انه طول الفئة في كل الفئات متساوي وعشان يتمرن حالك كيف تطلع طول الفئة في كل إذا بدك تعمل جدول تاني تمام هلا هنا هاد الجدول جاهز وديسألنا عليه أسئلة ونجاوب برضو كمان حكينا من أسهل الأسئلة اللي تيجينا لما يكون الجدول جاهز بيحكي لك ألف ما الفئة الأكثر تكرارا بين الذكور انتبهوا شباب سألني عن فئة وسألني عن نوع معين اللي هم الذكور ما الفئة الأكثر تكرارا أكثر تكرار من كان في الذكور بس بركز على العمود اللي فيه الذكور فقط على العمود اللي فيه الذكور من أكثر واحد تكرار فيهم ممتاز اللي هو 4146 لكن هو ما سألني إلا عن الفئة الفئة الأكثر تكرارا ما بجاوب 4146 بجاوب من 15 إلى التسعة عشر الفئة العمرية طيب ما الفئة الأقل تكرارا بين الإناث الأقل تكرارا بين الإناث معنات أنا بدي أجعل الإناث من أقل تكرارا واضح ليه 1514 إيش هي الفئة اللي هي الخمسة وثلاثون إلى تسعة وثلاثون برجع بكرر الشباب إذا حطيت التكرار وما حطيت الفئة حلكم شو بيكون غلط لأن أنا سألتك عن الفئة طيب بحكي لنا ما عدد الأشخاص من الجنسين الذين تقل أعمارهم عن عشرين عاما اللي بقل أعمارهم عن عشرين عام اللي هي الفئات من 15 إلى 19 ومن عشر إلى أربع عشر لكن هو أسألني عن عدد الذكور وعن ذات الإناث نجمع عدد الذكور اللي أقل من عشرين وين هم؟ اللي هي أربع ألاف ومائة وخمسة زائد ستة أربعة واحد اللي هي أربعة تلاف ومائة وستة أربعة رح يعطينا أحداش خمسة تنين تماني إذا رح يكون من الذكور إذن الذكور رح يكونوا ثمانة ألاف ثمانية ألاف ومائتان وواحد وخمس هنا الذكور هدول عدد الذكور اللي أعمارهم بتقل عن عشرون عاما طيب بينما الإناث نجمع الإناث اللي هي تنين تسعة تلات سبعة حكينا نرجع الأقل من عشرون عاما زائد سبعة ستة ستة اتنين اجمعهم رح يعطيك أربعة عشر وهنا عشرة وهنا ستة عشر وهنا خمسة إذن هان خمس ألاف وستة مائة وأربعة من الإناث إذن من الجنسين انتبخوا ما عدد الأشخاص من الجنسين الذين تقل أعمارهم عن عشرين عاما هلا بجمع الدكور مع مين مع الإناث أو بتجمع الأربع أرقام مباشرة مع بعض عادي بيطلع هلا كمان صحيح بيطلع خمسة خمسة تمانية وهون ثلاثة عشر إذا رح يكون عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن عشرون عاما إذن هنا شخص اللي هم ثلاثة عشر ألفا وثمانمائة وخمسة وخمسون شخصا طيب شباب حلو هذا السؤال أنا كتير حبيته بيعبر عن شخصيتكم بتمنى تجاوبوا تبعتوا ليها بحكي لك ناقشت زملائك ما دورك نحو هذه الفئة من أبناء الوطن الغالي شو دورك نحو ذوي الاحتياجات الخاصة شو إحنا بنقدر نقدم لهم شو أنت بتشوف فيهم شو أكتر إشي بتحب تعملهم إياه شو دورك بحب أني هيك أشوف شخصياتكم من خلال هذا السؤال برجوا حل هذا السؤال على الكتاب تمام تدوين الحل اللي حلناه على الكتاب وتحلوا ليها يناقش زملائك يعطيكم ألف عافي الشباب دمتم بأمان إلا